اشتركوا في القناة ويعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق تقريرنا اليوم يتضمن محورين رئيسين المحور الأول يتعلق بتفاصيل إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن في الرابع من الشهر الجاري وسيكون الحديث فيه عن الواقع السياسي في العراق وعن التظاهرات الشعبية وعن مشكلة الانتخابات وخيبة العراقيين وفشل الإصلاحات والحلول اليائسة والفساد المستشري والانتخابات في كردستان وتداعياتها السياسية والاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية والمحور الثاني سيكون الحديث فيه عن ملخص هذه الإحاطة وموقف هيئة علماء المسلمين في العراق منها تأتي هذه الندوة في توقيت مهم وسط أحداث دموية وعدم استقرار وصراع محتدم على السلطة في العراق وانطلاقا من مسؤوليتنا في الهيئة في تبيين الحقائق وتوضيح الرؤية لأبناء شعبنا يتفضل مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري ليكشف لنا تفاصيل هذه الإحاطة وما يتعلق بها فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ألاه وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته التقريرنا اليوم عن الحالة السياسية في العراق يأتي في توقيت مهم كما ذكر مقدم التقرير فتاريخنا هو اليوم الحادي عشر الشهر العاشر في سنة 2022 ويوافق هذا التاريخ تاريخ موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على قرار شن الحرب على العراق في سنة 2002 وما استتبع ذلك من دمار وخراب لهذا البلد ومن نظام سياسي ما زال قائما إلى الآن على أسس المحاصص الطائفية والعرقية وما ترتب على ذلك من مآسي ونكبات وكوارث ما زالت مستمرة حتى اللحظة وقد جاء تقرير الأمم المتحدة أو الإحاطة الدورية لممثلة الأمم المتحدة في العراق ينين بلاس خارتس في اليوم الرابع من شهر عشرة قبل حوالي أسبوع يتحدث عن الواقع السياسي في العراق بما يؤكد ما توصلنا إليه في القوى المناهضة للاحتلال أو ما استشرفناه منذ البداية ويؤكد أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي اتخذ في مثل هذا اليوم قبل 21 سنة كان سينتهي بالضرورة إلى ما انتهينا إليه الآن وليس كما كانوا يدعون من تغيير الأوضاع في العراق وإحلال الديمقراطية فيه وتخليص البلاد وما إلى ذلك ولم يقتصر الأمر على العراق بل انسحب على المنطقة جميعا وهذه الكوارث التي عبرت من العراق تنتقل إلى بلدان عربية عديدة وتؤثر على مجمل الحالة السياسية من هنا كان عقدنا لهذه الندوة في هذا اليوم لمناقشة الأوضاع السياسية في العراق بحسب تقرير بلاس خارط المقدمة المتحدة مناسبا جدا لبيان مآل الاحتلال غزو واحتلال العراق قدمت الموثلة الخاصة للأمين العام المتحدة السيدة جينين هينيس بلاس خارط إحاطتها الدورية عن الأوضاع في العراق إلى مجلس الأمن وهذه الإحاطة الدورية كل عدة أشهر تقدم تقريرا مفصلا عن الأحداث في العراق هذا التقرير كما هو معتاد لم تأتي فيه السيدة بلاس خارط بجديد على مستوى الحلول المقترحات على مستوى الحلول المقترحات للأوضاع الجارية في العراق لم تأتي بجديد ولم تتجاوز سقف التمنيات المعهود في التقارير السابقة ولكنها فيما يبدو تحت ضغط الفشل السياسي الكبير للنظام السياسي القائم لم تستطع هذه المرة المحافظة على اللغة المتحفظة التي كانت تستخدمها في التقارير السابقة فقد كانت هذه المرة صريحة إلى حد بعيد في الاعتراف بفشل العملية السياسية والمطالبة بحلول جذرية ولكنها للأسف بقيت وفية للخطوط العامة والمبادئ التي تسير عليها في إحاطاتها السابقة فقد علقت كل الحلول بالنظام السياسي القائم وبالسياسيين الحاليين وكأننا بها تلقي هي مرة بعد مرة شباكها في بحر من الرمال وفيما يأتي عرض ونقض لفقرات هذه الإحاطة بحسب موضوعاتها وتفصيلاتها وإن ثم نتبعها بالموقف منها أي الموقف الذي تراه هيئة علماء مسلمين والقوى المناهضة للاحتلال من هذه الإحاطة والسبب في ذلك أن هناك مواقف متعددة بشأن هذه الإحاطة هذه المرة زادت جرعتها عن المرات السابقة من أطراف وقوى وأشخاص سنبين رأينا في هذا الموضوع في نهاية التقرير فيما يتعلق بتفاصيل الإحاطة في المحور الأول النقطة الأولى هي الواقع السياسي جاء في الإحاطة بشأن الواقع السياسي المضطرف في العراق أنه قد وأقرأ الآن من نص التقرير نص تقرير الإحاطة كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومتهم منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن وخلال الأشهر الاثنى عشر الماضي أكدنا مرارا وتكرارا أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار لاحظوا الدعوات موجهة لزعماء العراق لأن المشكلة هي خلافاتهم يعني كأنها تبتعد عن النظام السياسي كأن النظام السياسي مبرأ طيب ماذا تريد من السياسيين؟ تريد منهم الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية وسير عمل مؤسسات الدولة دون عوائق وحكومة فاعلة تؤدي وظائفها بفعالية للتصدي للمطالب المشروعة لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المسائلة على سبيل المثال للحصر كل هالمشاكل كل هالبلاو يدول على سبيل المثال للحصر إذا أعملنا مفهوم المخالفة إذن كل هذه الأمور غير موجودة لا دستور لا نزاهة لا سير عمل مؤسسات لا هدوء لا حوار لا احترام لمبادئ الديمقراطية لا خدمات عامة لا فرص عمل لا أمن لا قضاء هذه نتيجة الاحترام فهذا اعتراف واضح وصريح في ذكرى قرار غزو العراق أو الموافق على غزو العراق تقر بفشل النظام السياسي القادم هذا اعتراف مهم إذن بأن العملية السياسية الجارية عقيمة وليست لها القدرة على وقف التدهور المستمر فيها والنتيجة كما يظهر من تصريحات بلاسخارت هي التصريح بالفشل والتأسف على ذلك بسبب عوامل عدة يأتي في مقدمتها بحسب نص الإحاطة أيضا ما هي العوامل التي ولدت النتائج المتقدمة؟ تقول بلاسخارت الشقاق لعبة النفوذ الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك التقاعس السياسي الذي طال أمده وماذا يترتب على ذلك بحسب الإحاطة أيضا؟ يترتب عليه أوقات حرجة وخطيرة للغاية يعني أكثر مما هو موجود فضلا عن تصاعد التوتر لأشهر عدة وبدأ مؤيدو الأحزاب السياسية وكثير منهم مسلحون ينشطون بشكل متزايد حتى أصبح الوضع خطيرا جدا لاحظوا مؤيدو الأحزاب السياسية وكثير منهم مسلحون لا تجر على أن تقول ماذا؟ ميليشاتس سيأتي كلام عن هذا الموضوع بعد قبل حيث أمس البلد على شفى الفوضى العارمة وتحولت التوترات السياسية الاشتباكات المسلحة في قلب العاصمة وفي مناطق أخرى وأسفرت عن نتائج محزنة تمثلت بمقتل العشرات وإصابة المئات من الأشخاص ويخلص التقرير في هذا الموضوع إلى أن بيان السبب فيما تقدم من مؤشرات خطيرة يطبق السياسية الحاكمة دون أن يذكر السبب الحقيقي لذلك وهي القواعد الخاطئة التي أسست عليها العملية السياسية فيقول التقرير لا جدالة في أن هذه التطورات المأساوية هي نتيجة لعدم قدرة الطبق السياسي في العراق على اتخاذ إجراءات فعالة طيب إذا الطبق السياسي في العراق غير قادر اتخاذ إجراءات فعالة أين هي الممتحدة؟ أين هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين الدول الإقليمية؟ أين ما يسمى المجتمع الدولي؟ أليشت الضمانات الأولى بعد غزو العراق واحتلالي أن كل هذه المؤسسات الدولية والإقليمية ستعمل على اتخاذ الإجراءات التي تعيد العراق أو تنقل العراق من واقع السيء إلى واقع أحسن؟ إذن الأمر متروك لمن؟ للسياسيين لكن واقع الحال هل الأمر متروك للسياسيين فقط؟ طبعا هناك ذوات متنفذة هناك إرادات خارجية دولية وأقليمية لا تريد لهذا الواقع أن يتغير وإلا بإمكانها أن تغير إذا أرادت أضرب مثل خارج إطار التقرير يحضرني الآن في عام 2006 في حدث تفجير المرقدين العسكريين الكل يلقي باللائمة من السياسيين والأمريكان على إبراهيم الجعفري أنه لم يتخذ قرارا بحضر التجوال في ذلك اليوم كان ممكن ينقذ كثير من الناس من القتل والجوامع من الهدم وإما من القتل وما إلى ذلك رفض أن يتخذ القرار بإلحاح ممن من السياسيين ومن موفق الرباعي كان يسمى وقتنس الأمن القومي أو الوطني وما إلى ذلك لكن الغريب أن الجنرال كيسي قائد الأسكر الأمريكي المعروف يقول فشلنا في إقناع الجعفري باتخاذ هذا القرار القرار كان بيد الأمريكان في عام 2020 وما زال بيدهم في الغالب إذا أراد الأمريكان فرض حضرة جوال لوقف المجازر التي جرت وقتها كان باستطاعتهم أن يفعل ذلك يترجون إبراهيم الجعفري هو من جاء بإبراهيم الجعفري من نص إبراهيم الجعفري فإذن هذا دليل على أن الطبقة السياسية لا حول لها ولا قوة لو أرادوا أن يغيروا الأمور كانوا استطاعوا تغيير أن أدوات السياسية والطبقة السياسية كما تعرفون مرجعياتها معروفة إقليميا ودوليا وبتعبير آخر تقول بلاس خارت لقد أخفقت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول لقد تركوا البلد في مأزق طويل الأمد مما زاد من تصاعد الغضب المتأجج أصلا والنتيجة كما تقول هي بقاء الوضع شديد التقلب مو بس وضع مفضرب وإنما شديد التقلب طيب بلاس خارت تقول فشلوا في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول ماذا كنا نقول منذ بداية الاحتلال وحتى اللحظة كنا نقول إن السياسيين في العراق لا يغلبون مصالح الوطن وإنما يغلبون المصالح الإقليمية والدولية فضلا عن المصالح الخاصة وكان بعضهم يعني يقول هذه لغة غير سياسية طيب هذه بلاس خارت تصفهم بهذا الوصف ننتقل إلى النقطة الثانية والتظاهرات الشعبية والمقصود بها تظاهرات انتفاضة تشرين تناولت إحادة بلاس خارت موضوع التظاهرات الشعبية الكبيرة قبل ثلاث سنوات في سياق انتفاضة تشرين وقالت عنها قبل ثلاث سنوات كما تذكرون نزل العراقيون إلى الشوارع للاحتجاج على انعدام الأفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقد كان حراكا على مستوى لم يسبق له مثيل ولكنه تحول إلى مأساة فقد لقي المئات من العراقيين حتفهم ووصيب عدد أكبر بجروح بليغة أو تعرضوا الاختطاف أو التهديد أو الترهيب ولكن الإحاطة اختصرت هذا التوصيف والعرض التاريخي على الرغم من وصفه بالمأساوية وقفزت أنهته بسرعة وقفزت إلى نقطة أخرى بدون تذكر ولو تلميحا من هي الجهات المتهمة بارتكاب هذه المأساة والجرائم المرتبطة بها ودون أن تذكر حرفا واحدا عما على الميليشيات لاحظوا موضعين تجنبت فيهما لاسخرت ذكر الميليشيات مع أنه كان مناسبا جدا ذكرها فيها وبعد ذكر صعوبات تنظيم الانتخابات الماضية اضطرت المبعوثة الأمومية إلى التصريح بأنه يصبح من الصعب تبرير غياب حكومة تؤدي وظائفها بعد مرور 12 شهر وتجعل هذا الواقع سببا لتظاهرات العراقيين الجديدة التظاهرات التي انطلقت في الذكر الثالثة لانتباه التشرين وتعز عدم الاتساع النسبي لهذه التظاهرات بحسب قولها إلى أنه ليس لأن العراقيين أصبحوا الآن راضين فجأة بل لأنهم لا يرغبون في أن يتم استغلالهم في خضم الصراع الجارع للسلطة كما أوضح ذلك العديد من أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع عام 2019 إذن العراقيون نزلوا إلى الشوارع الذكر الثالثة انتفاض التشرين وبحجم كبير نسبيا هي تقول عدم اتساع نسبي نقول حجم كبير نسبيا كان دائما يقولون عندما لا يخرج عدد بأنهم راضين عن الأوضاع هي تقول لا عدم الخروج ليس رضا عن الأوضاع وإنما يأسى من تحقق المطالب وهذه نقطة انتقالية جيدة ولأول مرة يظهر في إحاطات بلاس خارت هذا التعبير وتنتقل بعد ذلك إلى مشكلة الانتخابات تقول فيما يتعلق الانتخابات اعترفت بوقوع أخطاء استراتيجية من الأطراف كافة ولم تكتفي بهذه العبارة وإنما عادت التأكيد على أن الأخطاء قد وقعت من أطراف كافة في موضعين تقول من أطراف كافة وتخليها بين قبسين ولكنها انتهت من هذه الحقيقة إلى مخرج بائس عندما دعت إلى الحوار بين هذه الأطراف لإبعاد العراق عن حافة الهاوية كما تسميها قائلة لكل وضعين تأريخه وخصوصياته ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة منذ جراء الانتخابات قبل عام ارتكبت كافة الأطراف وأعني كافة الأطراف لاحظوا التأكيد أخطاء استراتيجية وأساءة التقدير والأهم من ذلك أنهم أضاعوا فرصا ثمينة عديدة لحل خلافاتهم وبوجود مخاطر ما تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء فإن التركيز على من فعل ماذا ومتى لم يعد خيارا لقد حان الوقت لقادة العراق كافة هذه المرة الثالثة لأن ينخرطوا في الحوار ويحددوا بشكل جماعي احتياجات العراق الأساسية ويبعدوا البلد عن حافة الهاوية بعبارة أخرى يتوجب على القادة كافة الرابعة تحمل المسؤولية ويعادة التركيز إلى حيث ينبغي أن يكون على شعب العراق التركيز على ماذا تقصد؟ على شعب العراق يعني هم لا يركزون على شعب العراق وفيما يتعلق بالانتخابات المقترحة تمخرج من الأزمة السياسية المستمرة الموصوفة بالانسداد جاء في التقرير نظرا إلى أن الدعوات إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة قد أضحت أكثر وضوحا اسمحوا لي أن أتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل هي تقول لمجلس الأمن فبجانب الفوائد الواضحة التي تعود على الأحزاب السياسية عند توضيح جملة من الأمور مسبقا أكدنا على أهمية اتباع الإجراءات والآليات القانونية المعمول بها والقانونية بين قوسين ويزيد التقرير قائلا كما أوضحنا أنه في هذه المرحلة لن يكون بوسعنا تأكيد قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقيون على تقديم المساعدة في إجراء انتخابات جديدة لأول مرة تقول لا نستطيع إجراء انتخابات جديدة هل أسباب معنوية موقف أم أسباب مادية حسية إمكانات طبعا سيحصل تناقض بعد قليل في هذا الكلام لماذا؟ تقول لأن ذلك سيعتمد على طلب رسمي تقدمه الحكومة العراقية إلى مجلسكم وبطبيعة الحال على المداولات التي تعقب ذلك يعني مثل شغلت إبراهيم الجعفري القصة إم الحكومة على الحكومة نتقدم طلب المجلس الأمن ما الحلاقة؟ حكومة بغداد تقدم طلب لمجلس الأمن لإجراء انتخابات يبدو أن هناك ركة ما في ترجمة التقرير كأنها تقول بأن إذا قررت الحكومة في بغداد إجراء انتخابات وطلبت من يونامي أو المجلس الأمن مساعدة في إجراء انتخابات هذا مفهوم كإجراءات معينة بمعنى أنها قد تساعد مع عدم القناعة بعدم القدرة على إجراء هذه الانتخابات وهذا مؤشر أيضا يشير إلى أنها لا ترغب بإجراء الانتخابات وسيظهر بعد قليل أنها فعلا لا ترغب وإن لم تصرح بذلك نقطة أخرى هي خيبة العراقيين وفشل الإصلاحات يبدو أن خيبة العراقيين قد وجدت طريقها أخيرا إلى تقارير الإحاطة الأممية حيث ورد في الإحاطة هذه المرة ما يأتي لا يكون لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء لقد فقد العديد من العراقيين العديد لاحظ التحفظ هنا العديد ليش مو الكثير الثقة في قدرة الطبق السياسي في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان هذه الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق جيد تشخيص مناسب بغض النظر عن كلمة العديد ولكن العلاج والحل هو عينه في ما تقدم في الفقرة السابقة تقول بلاس خارت الحوار هناك حلول ولكن لكي ترى تلك الحلول النور فإن الحوار الحقيقي وفي الوقت المناسب أمر ضروري بما في ذلك الاستعداد للتوصل إلى تسويات هذا الحال إذن هي لا تريد انتخابات تريد تسويات إذا تقمصنا دور بلاس خارت نقول نعم لأن انتخابات ممكن تحدث مشاكل ممكن تطول أيضا وتأخذ أشهر وخلافات وما إلى ذلك فاللجوء للتسويات أفضل لكن من وجهة نظرنا بأن عدم اللجوء إلى الانتخابات رغم أننا ضد النظام السياسي بانتخاباته جميعا أن أي انتخابات قادمة ستكشف أكثر فأكثر عن حالة النظام السياسي القائم في العراق وستظهر حقيقة مطالب العراقيين بقوة رغم أنها كانت قوية جدا في الانتخابات الماضية نسبة المقاطعة 85% هنا ستكون أكبر وقد تؤدي إلى أمور تخشى مبعوثة الممتحدة إلى انفلات الأوضاع في العراق فهي تدعو إلى التسويات وستكرر والعراق قائم على التسويات من صار الاحتلال 2003 إلى الآن يعني كل رؤساءنا تسويات أو كل رؤساء حكومات الاحتلال تسويات بدءا من أياد علاوي للمالكي للعبادي للعادل عبد المهدي وصولا إلى الكاظمي كل تسويات وحتى الرئيس القادم تسوي وبالمناسبة هنا في هذا المكتب زارنا سكرتير مبعوثي للممتحدة على طول الخط منذ بداية الاحتلال إلى اللحظة ما زال نفس السكرتير قبل تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وجرى لقاء في غرفة بجانب هذه القاعة يسألنا عن تصورنا للحل سألنا عن تصور الحل قال سينتخب أو يختار السيد عادل عبد المهدي بناء على التسوية ووضع له سقف زمني لإنهاء الفساد بين 6 شهر إلى سنة فتعرفون ماذا جار بعد ذلك فالتسويات هي على هذا السياق تقول كما ينبغي العمل باتجاه الوصول إلى تغيير جذري دعونا نواجه الأمر منذ عام 2003 أهدرت العديد من فرص لإجراء إصلاح هادف ومطلوب بشدة من أهدرها؟ تقرير يسقط وبعدما يقرب من 20 عاما يتوجب على قادة العراق الإقرار بأن التغيير المنهجي أمر حيوي لمستقبل البلاد لاحظوا تغيير ومنهجي تظاهرات 2010 تظاهرات الكهرباء ثم تظاهرات 2011 2012 2013 ثم التظاهرات إلى انتفاضة تشري كلها تطالب بماذا؟ بدأت على استحياء بالإصلاح ثم انتهت إلى التغيير وكل من نتحدث معه يقول لا الإصلاح والمطلوب التغيير صعب الآن وابعوثة المتحدة تطالب بالتغيير والتغيير الجذري إذن هذا انسياق مع من؟ مع مطالب العراقين قصة في العراق ليست إصلاح عملية سياسية وإنما هي تغيير عملية سياسية وهنا نوجه رسالة إلى السياسين المخدوعين إلى الآن بأوهام الإصلاح نقول لهم مبعوثة الأمم التحدة تدعو إلى التغيير الجذري وأنتم ما زلتم توهمون الناس بأنكم يمكن أن تصلحوا الفاسد الحلول اليائسة من أفضل العناوين التي اخترناها لهذا التقرير هي الحلول اليائسة فقد امتلأت الإحاطة بحلول يائسة وفي حالة لإيجاد شيء ما لحل مآسي العراق واقعه المزري تضطر بلاس خارت إلى أن تصرح ببعض ما تنوي فعله من إجراءات غير مجدية قائلة ورغم أنني عادة لا أميل إلى بث مبادراتنا علنا حين اضطرتها المرة بث علنا وهذا يدل على الواقع الذي دعاها إلى ذلك وأكد هنا أن المشاركات المكثفة خلال أشهر الأسابيع الماضية بدءا من المشاركة في الحوار وعقد اللقاءات الثنائية لا حصر لها أو عقد اللقاءات الثنائية لا حصر لها وصولا من صياغة خرائط الطريق والقيام بتحركات دبلوماسية مكوكية بأشكال مختلفة صدقوني لقد حاولنا دون توقف ثم تواصل الحديث بما يدل على يأس الأفكار والحلول التي تقترحها فتقول ومع قولي هذا وأكد بأننا لا نمتلك عصاء صحرية ففي نهاية المطاف يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية ولا يقوله أهمية عن ذلك فهمنا بأنه في نهاية المطاف لا يمكن للمرء أن يكون مؤثرا ما لم يتقبل تأثير الآخرين ثم تختم بأن الموضوع لن يتجاوز التسويات المعهودة بين الطبق السياسي عدنا إلى التسويات فتقول لو كان هناك فقط استعداد لو كان هناك فقط استعداد للوصول إلى تسويات هناك شيء واحد واضح وهو أن الاستمرار الواضح بنعدام الثقة يديم اللعبة الصفرية لعبة يتم فيها تجنب الالتزام بحلول من نسا إذن هي لعبة صفرية هي تقر بذلك ولم يقتصر التقرير على ذلك فقد تضمن أيضا أسئلة يائسة من قبيل ما هي الضمانات بأن إجراء انتخابات وطنية جديدة لن يذهب السودان مرة أخرى هذا التساؤل منها كيف سيقتنع المواطنون العراقيون بأن الأمر يستحق الإدلاب أصواتهم الثانية وما هي التطمينات التي سيحتاجها المجتمع الدولي لتقديم الدعم الانتخابات الجديدة هنا تجيب عن تخوفاتها وعدم تشجعها على إجراء الانتخابات لأن عند أسئلة وتساؤلات وتطمينات تعتقد أنه لا يمكن تقديمها للعراقين وهذه ملاحظة مهمة ينبغى أن تستخدم وقتها إذا جرت الانتخابات هذا دليل على الانتخابات جرت في ظروف غير صحيحة وغير سليمة وغير خفيا هذا تعليقنا وغير خفيا هنا فداحة المأزق الذي وقعت فيه بحثة الممتحدة في العراق التي ينتظر منها العراقيون أجوبة لمعاناتهم لا أسئلة تزيد من شقائهم وسوداد المستقبل وفي نقطة الفساد كانت تقرير الأمم صريحا في الإعلان عن طغيان الفساد في العراق وأنه قد تحول إلى سمة أساسية للاقتصاد كما تقول وليس عرضا من أعراض الاقتصاد العراقي وإنما سمة أساسية في الاقتصاد وتؤكد على فشل محاولات القضاء على استشرائه في كل جوانب الحياة ونص التقرير على أنه قد فشلت حتى الآن محاولات المضي بإصلاح تدريجي بما في ذلك مكافحة الفساد حيث تم بشكل فعال تقويض تلك المحاولات أو عرقلتها لقد قلتها عدة مرات وأيضا في قاعتكم هذه تقصد قاعة منجلس الأمن الفساد هو السمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي الحالي وهو متغلغل في المعاملات اليومية ولست أنا فقط من يقول ذلك بل إنه أمر مقرر به على انطاق واسع مو فقط تقول سمة أساسية في الاقتصاد الفساد وأنه في كل المجالات وتقول هذا مو كلامي مع أنه إذا قالت كلامي هي مبعوثة المتحدة كلامها من وزن موقعها من قوة موقعها لكن تقول هو أمر مقرر به على نطاق واسع أي عن نطاق الباحثين والمتابعين والمحللين الاقتصاديين وقارئي الوضع في العراق وعلى مستوى الشعب العراقي إذن الحديث عن الفساد وهذه رسالة لوسائل الإعلام وسائل إعلامنا وسائل إعلام الأخرى الحديث عن الفساد ينبغي أن يكون بهذا الاتجاه أن الفساد هو السمة الاقتصادية والعامل الرئيس في الاقتصاد العراقي إذا كان هناك ما يسمى اقتصاد العراقي وليس عرضا من أعراض هذا الاقتصاد ومن سمات هذا الفساد المستشري كما يرد في التقرير اعتماد العراق على المحسوبية والمحابات وانتج ذلك قطاعا عاما متضخما غير فعال يعمل كأداة للخدمات السياسية أكثر من خدمة الشعب وتآمر هذه بعبارة بلاس خارث تآمر تآمر المصالح الخاصة والحزبية لتحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار والتنمية الوطنية عبارة مجاملة تحويلها بعيدا عبارة مهنية علمية محايدة لكن هذا التحويل بعيدا عن الاستثمار والتنمية الوطنية معناه سرقة الأموال العراقية وإخراجها خارج العراق فضلا عن الاختلال الوظيفي الكبير في العراق الذي هو سبب رئيس من أسباب أو نتيج رئيسية من نتائج الفساد ويخلص التقرير في هذا المجال أي مجال الفساد في الاقتصاد إلى نتيجة تقول إن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي بل يعملان بنشاط ضدها وأنه لا يمكن لأي زعيم أن يدعي أنه محمي من هذا الفساد وهذا اتهام لكل السياسيين والزعماء بأنهم فاسدون أو لا يقومون بحلول من أجل أو ضد الفساد فهو يطالهم جميعا في سياق منظومة فساد وليست مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث إذن ليس قضايا جزئية تفصيلية وإنما منظومة فساد يعني يمكن نقول الآن أن العراق هو دولة منظومة الفساد على طريقة بعض الكاتبين قبل احتلال العراق ومن كانوا يؤيدون احتلال العراق ويسمون أو يطلقون على العراق أوصاف المعين أنا صدر أن نقول العراق هو منظومة الفساد أو دولة منظومة الفساد ثم تتحدث عن انتخابات في كردستان وتعرض الانقسام الحاصل بين الحزبين الكرديين الرئيسين وأن هذا يشكل أكبر عائق أمام إحراز أي تقدم وتقول وقد أوضحنا بعبارات لا لبسة فيها هنا أيضا أننا لا نملك عصا سحرية على انتخابات في كردستان تعيد تقريبا نفس الكلام أو الكلام نفسه الذي قالته في الانتخابات العامة والأمر يتعلق بالإرادة السياسية وأيضا تتحدث عن قادة الأحزاب وأنهم ينبغي يكونوا مؤثرين وتخلص إلى أن التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان هذا نصها هي لإقليم كردستان في وقتها المناسب ستكون باهظة الثمن وتقول ينبغي عدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح عفوا ترتب ذلك في كردستان على أنه حدث بسبب عدم التعامل مع التوقعات أو توقعات الجمهور بشكل صحيح وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية وعدم وفاء الأحزاب بوعودها العديدة وأخيرا عدم العمل لخدمة مواطني كردستان يعني الحالة العامة لسياسي العراق هي نفسها الحالة الخاصة والجزئية لمواطني كردستان العراق ثم في محور الاعتداءات على العراق تقول إبلاس خارتس أو تنتهي إلى معادلة صفرية أخرى كالتي انتقدتها في مقدمة إحاطتها قائلة فيما يتعلق بهذه الاعتداءات المسلحة لا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية ولا ينبغي السماح لأي جار بانتهاك سيادة العراق وسلامة أراضيه بشكل منهجي وبإفلاته من العقاب إذن اعتداءات منهجية ومع ذلك يحدث هذا وعلى نحو المتكرر دعوني أشدد مجددا على أهمية الشروع في مسار نحو الاستقرار السياسي وتتجلى هذه المعادلة الصفرية في توهمها بإمكانية الاعتماد على السياسيين الحاليين في إيجاد حل ما فتقول أخيرا واسمح لي أن أقول مرة أخرى هناك حلول بمقدور أي زعيم عراقي أن يجر البلاد إلى صراع ممتد ومهلك كما أن في مقدورها أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشر البلد من هذه الأزمة بقدر ما في هذا من نقد للسياسيين ولكنه محاولة هروب من انتقاد النظام السياسي القائم نفسه الذي أنتج هؤلاء السياسي ثانيا المحور الثاني والأخير ختام وخلاصة هذه وجهة نظرنا فيما يتعلق بتفاصيل التقرير التي اختصرنا منها مراعاة للوقت نقول في هذا الختام واحد لم تأتي هذه الإحاطة الدورية بجديد على صعيد ما يمكن أن يحقق مطالب العراقيين حقيقيا التي نزلوا بحسب نص الإحاطة إلى الشوارع للاحتجاج على انعدام الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية اثنين نسجل استغرابنا من التعويل على هذه الإحاطة عند بعض المتابعين والاهتمام بها اهتماما غير مألوف وعدها بارقة أمل عند آخرين لتغيير ما مرتبط بما يسمى المجتمع الدولي العاجز عن التعبير عن موقفه فضلا عن فرض إرادته أمام الإرادة الغالبة في العراق التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إيران شفت واستمعت وقريت كأنه حصل شيء ما كأنه إحاطة بلاس خارت هذه المرة فيها أمل كأنه يمكن الاستفادة من هذه الإحاطة في تغيير الواقع وبدأ الحديث عن المجتمع الدولي وعن المتحدة وعن مجلس الأمين وعن الدول الغربية وبدأت بعض الأطراف تروج لهذا الطرف البريطاني أو لذاك الطرف الفرنسي أو لذلك الطرف الإيراني وما إلى ذلك والمشكلة أن من يروج لذلك ليسوا من مؤيدي العملية السياسية ظاهرا أو الداخلين فيها وإنما ممن يعدون أنفسهم خارج العملية السياسية من قوى مناهضة للاحتلال أو قوى رافضة للاحتلال أو شخصيات مستقلة بمعنى أن الإحاطة استطاعت أن تخلط أوراق من لديه الاستعداد على خلط أوراقه في نتيجة أي متغير أو حدث يسير وهذا يدل على أن هناك أيضا أفكارا عقيمة خارج طار العملية السياسية في تغيير الواقع السياسي ولسنا الآن في معرض الحديث عن هذا المهول ثالثا تجاه الكثيرين لتصريحات خيبة الأمل واليأس الكامنة في نص الإحاطة وجوانبها المختلفة التي يمكن عدها وثيقة اعتراف بحقائق الواقع التي سبق للقوى المناهضة للاحتلال أنها علنتها مرارا وتكرارا ولا سيما في تعليقاتها على إحاطات سابقة لموثلة الأمم التحدث التي انتهت بعد سنوات من خدمتها في العراق إلى تقرير ما نبهت إليه هذه القوى عند بداية استلام مهمتها وبما يشير إلى أنها استنفذت وقتها في رؤى غير صحيحة ووقاع غير دقيقة خلال السنوات الماضية أسلمتها إلى مواقف غير مجدية وحلول غير عملية كما يظهر من نص الإحاطة رابعا مع تأكيدنا المستمر في بياناتنا وأدبياتنا على أن هذه الطبقة السياسية لا يمكن أن تأتي بخير للعراق والعراقيين وأنه يجب تغييرها بالكامل وضع عسس جديدة لعملية سياسية ووطنية سليمة إلا أن الدوائر الدولية والإقليمية ما زالت لا تريد لهذه الرؤية الانتشار ولا تراها متوافقة من مصالحها في العراق والمنطقة يبدو أنها تراها رؤية بالألف وليست رؤية بالتاء المربوطة خامسا بناء على كل ما تقدم ما زلنا نؤكد على رؤيتنا وأملنا بالشعب العراقي الحي لفرض حل جذري ومعادلة جديدة تضطر المجتمع الدولي للتعامل معه عن طريق القيام بثورة شاملة في عموم العراق لطرد هذه الطبقة السياسية التي أتت على البلد فدمرته ونهب الثروات وخيراته وما نشهده من تنامي الوعي ووضوح الرؤية لدى عموم شعبنا في عموم محافظاته يجعلنا تمسك بهذا الخيار ونحن نرى أبناء شعبنا أهلاً لتغيير واقعهم المزرين القسم السياسي في عية علماء المسلمين 15 من ربيع الأول 1444 للهجرة 11 من شهر تشرين الأول 2022 للميلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للدكتور مثنى حارث الضاري على هذا التوضيح الوافي الذي سلط فيه الضوء على أمور مهمة يجب أن يعلمها كل عراقي لتكون سنداً له في حراكه لتغيير واقعه المزري في العراق وطرد من شارك في العملية السياسية وكان سبباً رئيساً في تدمير البلاد وخرابها ونهب ثرواتها في ختام الندوة لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر